لا يزال المؤتمر الدولي الذي اقترحته واشنطن وموسكو حول سوريا يثيل الكثير من الجدل بين متفائل ومتشائم لم يعلن أي من أطراف الصراع بعد مشاركته رسميا بهذا المؤتمر لبل إن كل منهم يضع شروطا خاصة به وزير الخارجي الأمريكي جون كيري قال إنه يتوقع أن يعقد مؤتمر السلام هذا في يونيو المقبل لكن احتمالية مشاركة أو عدم مشاركة الحكومة السورية دفعت كيري إلى التأكيد على أن المقاطعة قد لا تشكل الحل الأمثل لا أستطيع تحديد موعد بمفردي سنواصل العمل الاجتماعات يومية نعتقد أن الحل الأفضل للتسوية هي تسوية على أساس التفاوض من الواضح أن المعارضة ستتلقى مزيدا من الدعم وللأسف فإن العنف لن يتوقف إذا قرر الأسد عدم المشاركة فإن العالم بأسره سيرى كيف أن خطابه فارغ وكذانياته دمشق وعلى لسان وزير إعلامها عمران الزعبي قالت إنها طلبت من روسيا تفاصيل أكثر عن المؤتمر الدولي الذي اقترحته القوى الكبرى لبحث الأزمة السورية وذلك قبل اتخاذ قرار بالمشاركة من عدمه الزعب أشار إلى أن بلاده لن تكون جزءا من أي تحرك يضر بسيادتها وأن بقاء الرئيس أو رحيله يقرره الشعب السوري فقط من خلال سنديق الاقتراع فرنسا التي قطعت شواطا في أعلان دعمها للمعارضة السورية لم تبد حماسة كبيرة لهذه الخطوة فقد أكدت باريس على لسان وزير خارجيتها لورون فابيوس أن تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا يجمع ممثل المعارضة والنظام في يونيو أمر صعب اليوم سنعود إلى مؤتمر جناف الثاني أنا مع انعقاده ولكن تنظيمه صعب جدا أولا لأنه يتعين جمع الأطراف المعنية وهذا أمر ليس بالسهل يجب أن يكون هناك في الوقت نفسه ممثلين للمعارضة والنظام أيديهم غير ملطخة بالدماء وهذا أمر معقد ثانيا ينبغي البحث عن حل لما يحدث بعد هذا اللقاء لأن ما نحتاج إليه هو حكومة انتقالية تضم كل الأطراف والتي كانت مقررة بالفعل في مؤتمر جناف الأول لكن لم يكن الأمر ناجحا ثالثا ينبغي العمل على وقف تمدد هذا الصراع إلى المناطق المجاورة في ذل الانقسام الدولي حول الحلول السياسية الكفيلة بحقن الدماء السورية وفي انتظار الإجماع على مؤتمر يقرر مصير شعب بأكمله يستمر الوضع على الأرض على حاله للسنة الثالثة على التوالي